هل تريد رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة بكرة وعشية الله أكبر بكرة وعشية نعم طيب إيش أسوي قبل ما أقول لك إيش أتسوي بقول لك شي اعرف أنه أعظم نعيم على الإطلاق بلا تقييد رؤية الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم الجنة نعم بالتأكيد بالطبع إحنا سمعنا وقرأنا الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن اعرف أن الجنة مخلوقة جنة عدن خلقها الله عز وجل بيده المباركة فما ظنك بنعيم رؤية من خلقها سبحانه وتبارك وتعالى جل جلاله طيب إيش نسوي أبشر النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في ليلة من الليالي وكانت هذه الليلة ليلة بدر فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته اسمع الآن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها هنا المفاجأة الكبرى يقول عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب إيش هي الصلاة قبل طلوع الشمس؟ هي صلاة الفجر طيب إيش الصلاة لهي قبل غروب الشمس؟ هي صلاة العصر مع شدة حرصك على أداء الصلوات الخمس في اليوم والليلة فوق الشدة هذه كن شديد الحرص على أداء صلاتي الفجر والعصر في وقتها شوف سبحان الله بالذات صلاة الفجر ركز ينادي المنادي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم كل ما دعتك نفسك أنك تدرك صلاة الفجر والعصر تذكر أنك رح تفوت هذا النعيم رؤية الله عز وجل في الجنة بكرة معشية والله يخسي النوم أمام هذا النعيم العظيم اللهم إينا نسألك لذة النظر إلى وجشك الكريم ترجمة نانسي قنقر